الانتخابات في العراق تكرار للفشل عنوان ندوة عقدها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام للحديث عن ظروف الانتخابات في ظل الواقع الامني والانقسام الحاد في العملية السياسية وانعكاس فشلها على مستقبل العراق الباحث في مركز راسام حاتم الفلاحي تناول تأثير هيمنة سلاح الميليشيات على المشهد الانتخابي لا توجد هناك بيئة مناسبة لإجراء مثل هذه الانتخابات ولا توجد فرصة متكافئة ما بين المرشحين الطرف الآخر يمتلك السلاح يمتلك السلطة يمتلك السلاح المنفلت الذي يعمل خارج إطار الدولة وبالتالي هو ينفذ مخططاته نستطيع أن نقول بفرض إرادة سياسية على حكومة الكاظمي وعلى الجميع الذين لا يمتثلون لأوامر هذه الميليشيات وبطبيعة الحال سيزداد النفوذ الميليشيوي في البرلمان القادم هناك المؤشرات الواضحة بأن البرلمان القادم سيكون ببرلمان ميليشيوي بامتياز خصوصا وأنهم ينافسون الآن حتى في المناطق الشمالية والمناطق الغربية وهناك الكثير من الحوادث التي وصلت من هذه المناطق بأن هناك عملية إجبار للناخبين على تبني ترشيح مرشح معين وإلا سيكون مصيرهم التهجير والاعتقالات والتهم الكيدية وما إلى ذلك في الملف العراقي لذلك أنا أعتقد بأن البرلمان القادم سيكون برلمان يعود إلى ميليشيات الحجد الشعبي بدرجة كبيرة جدا بدوره تحدث الباحث نظير الكندوري عن ازدياد حدة الصراع والانقسام بين الكتل المتنافسة في الانتخابات نحن الآن أمام مشهد منقسم بشكل كبير للأحزاب الشيعية وبدأت هناك حالة من التنافس بدأت بوادر انتقالها من تنافس سياسي أو تراشق بالكلام على وسائل التواصل أو الوسائل الإعلامية إلى تنافس حقيقي انتقل إلى الشارع عبر استعراضات عسكرية متبادلة ما بين التيار الصدري والفصائل والميليشيات الولائية كذلك إلى ربما عمليات اختيال لم يتم التغطية الإعلامية لها كثيرا انعكاس ظروف الانتخابات على نتائجها تناوله الباحث شاه القرداغي مستشرفا تعقد الواقع السياسي أكثر بعد الانتخابات وانزلاق العراق في متاهات مظلمة جديدة حيث أن المشكلة وبحسب الكثيرين لا تتمثل في طبيعة الانتخابات كعملية التي تعاني أصلا من كثير من العمليات التزيير والتلاعب بالنتائج فقط بل الأمر يتعلق بالطبيعات المنظومة السياسية التي قائمة على أسس طائفية ومذهبية وقومية ترسخ مبدأ المحاصصة والتي من خلاله يتم اختيار السلطات والمناصب على أساس حزبي وطائفي وليس على أساس من الكفاءة والقدرة والأهلية لإدارة هذا المنصب الحراك الشعبي المدعوم بالوعي بمتطلبات المرحلة هو أمل العراقيين في التغيير الشامل وإنقاذ العراق من شراك الأحزاب الفاسدة ترجمة نانسي قنقر